في الذكرى الثالثة للثاني من ديسمبر ما كان صالح المشكلة ولم يعد عبد الملك الحل اعتقد ان ذكرى ديسمبر تثير صغط الحوثيين اكثر من المؤتمر واشوفهم مع قدوم ديسمبر مثل العريان ذي بيحاول يمط يده ليستر عورته ومن فين ما جاء يمطها تنكشف من الحال الثاني الحمد لله ثلاث سنوات ولم تثبت للشعب الا انكم خونوا وسرق واقل من ادارة مديرية مش لا دولة وهذا يعد انتصارا كافيا انكم مش العدالة ولا الحل الا غصة تخنق الشعب ويسأل الله الفرج ست سنوات من ازاحة الرئيس وثلاث من ازاحة رئيس المؤتمر واستفراد بالعاصمة ثلاث سنوات اسقدت منكم اي ادعاء وطني واظهرتكم بشكلكم الحقيقي شوية سرق ينتظر اقرب المقربين بلسانهم الخلاص منكم قبل البعيد كنت بشعر بغصة لو قبل ذكرى ديسمبر ظهر مشاط الحوثي وبشر موظفين براتب كامل بعد التزام بنصف راتب وبعدها ظهر المتلفز عبد الملك وزفر المواطين براتب ثاني بمناسبة ذكرى ما اسموها وادي الفتنة اما وبعد ثلاث سنوات الاول طلعي وزع اعتذارات والثاني طلعي حث المسؤولين على السنجات فوالله ما وصلوا حتى على الزعيم واسمع ضحكاته من قبره الى داخل اذني وهو يقول بوجههم صنعة كبيرة عليكم يا صغار هذا الخطاب قبل 24 اغسطس تقدروا تردوا عليه بعد ثلاث سنوات من رحيل يا فاشدين يا خواني يا سرق عندما نتحدث عن ابن اليمن البار الزعيم علي ابطالد صالح نحن نتحدث عن وجه اليمن الحديث برقعة الجغلافية الكبيرة التي لم يسبقه لحكمه احد رجل اليمن الاول لم تكن مجزاتي كاي رئيس منتخب العابر اتم ما عليه وغادر وظيفته بل كان الباني للجمهورية لبنة لبنة وجاء بما لم تأتي به الاوائل بكل ما للكلمة من معنى بل وعجزوا حتى على الحفاظ عليه لم يسمح من في اي يمني وعمل على عودة الجميع بمنثيم رؤساء سابقون بايمان ان لكل يمن حق بالعيش والموت على ترى بارضه رفض تسليم اليمنين بمنثيم خصومه بينما اشتهدوا لفرض العقوبات عليه وادراج سيادة اليمن باكمله تحت وساية البند السابع كاغتيال لاحلام اجيال قادمة ثم جاء بعده من يبادل اليمنين كاسراء ومن فينا من بلادهم وبطائرات اممية لم يخرج معتقل سياسي واحد من السجن بعد تخلي عن السلطة بل كانت قيادة الدولة كلها الرئاسية والبرلمانية والحكومية والاستشارة في المستشفى اثر جايمة اغتيال وطن في جامع دار الرئاسة عزز ثقافة الشخصية اليمنية الجسورة التي يعمل لها الف حساب وتصدع الدود عن وطنها ولا يمكن فرض واقع لا يرتديه اليمنية اليوم الناس تبحثوا عن الحد الادنى لمقاومة الحياة ومن المنظمات كمتسولين وهم اصحاب حق باقي التنمية والخدمات هذا واجب اي سلطة و اي رئيس لكن الخطوط العريضة والاستراتيجية التي حققها لليمن لا تأتي الا من القادة التاريخيين الذين لا يكررهم التاريخ ولا يضمصون من ذاكرة الاجيال واذا معترى وطنهم الخطر لا يفرون للبحث عن مسكن ولا يموتون على فراشم كالجبناء بل يواجهون التحدي بالتحدي سلام الله على عفاش عليه الرحمة والسلام